مرجعنا لحضراتكم مرة تانية ونكملين معاكوا باقي فاكراتنا هارك سعيد وزي ما قلنا في البداية هي مبادرة إيجابية جداً لبناء مصر هارك شباب مصر كلهم يوم 25 يناير طرمان للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وجدت لها طبعاً أهداف مشروع لكل الناس وأهداف مشروع لبناء مجتمع صالح وبناء مجتمع أفضل وحياة كريمة للشباب عشان كده يمكن بعد الثورة على طول إنا أن في مبادرات كثيرة جداً من الشباب في جميع المراحل وفي جميع القطاعات لتعمير مصر فنهارده معنا مبادرة إيجابية جداً للنهضة بمصر معنا أحمد صباح الخير ياه صباح نور أخبارك إيه؟ كل كيف خليني في البداية خلص عرف سيدة المشاهدين بيك ونتكلم أكتر عن المبادرة كبير تمام أنا اسمي أحمد محمد الرفاعي بدرس بكريليوس إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة خلاص قدامي كده شهر إن شاء الله ونتخرج مبروك نقدم إن شاء الله ودع المتحدث الرسمي بإسم مبادرة الناس لمصر خليني أبقى أن نتعرف أكتر عن مبادرة الناس لمصر ابتدت إمتى ومين الناس القائمين عليها وفيها كم عضو تمام مؤسسين الفكرة وما شخصين أحمد خيرت يدرس بكريليوس إقتصاد برضو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأحمد هلال يدرس بكريليوس إقدارة أعمال تخصص تمويل برضو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حوالي من تسع شهور كانوا هم في جامعة في كاليفورنيا اسمها بيركلي قاعدوا يدرسوا لمدة 3-4 شهور وهناك كانوا يفكروا عايزين يناموا اقتصاد مصر الفكرة تبقى في ملف الملف كبر 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 فبقى 140 صفحة باللغة العربية والانجليزية وتلعب نموذج عمل يهدف إلى استخدام الدين الخارجي لمصر كمصدر تنميق اقتصادية آه تماما ده هيتم ازاي بقى؟ ده على تلت مراحل تلت مراحل دي هتمر على تلت ست سنين أول مرحلة من 2013 ل2014 تاني مرحلة من 2014 ل2017 وتالت مرحلة من 2017 ل2019 انت قلتلي ان احنا ما بننتميش لأي حزب سياسي ولا اي حاجة احنا مجرد بس ناس عايزة تساعد اقتصاديين فقط لا غير اقتصاديين بس فقط طب فعلا فيه مبادرة الحكومة الامريكية والحكومة المصرية كمان؟ لا مش فاهم قصدك بالزبط يعني في المفروض في المبادرة دي زي ما نفهمت ان فيه مبادرة انتم مقدمينها للحكومة المصرية والحكومة الامريكية عشان ديون مصر نحل المشكلة ممكن تشرح لي اكتر؟ زي ما قلت لثلت مراحل المرحلة الاولى بتهدف يعني احنا عايزين ننمي اقتصاد مصر ككل المرحلة الاولى بنركز على المواطن المصري بسيط وده اول ناس عايزين نركز عليهم اللي احنا نرفع مستوى معاشتهم ففي اول مرحلة ده هدفنا لنمي الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيه بقى خطة معينة وفيه اهدف معينة بالزبط دي مرحلة المرحلة التانية بنركز ان احنا ننمي القطاع الخاص في الاقتصاد المصري مرحلة التالتة بنركز اللي احنا ننمي القطاع العام الحكومة وبالطريقة دي احنا بنتوقع وبنعتقد ان احنا هنكون نمينا اقتصاد مصر ككل اوكي هي دي الفكرة اوكي لو عايزين يخش في تفاصيل كل مرحلة ياريت ياريت الدني بس نتيلز اكتر بالذات للمرحلة الاولى مهمة جدا ان اكيد معاشان كده احنا عايزين نحسون بحاجة ملموسة الناس تستنيح شوية بالذات طيب احنا نتكلم الاول على الدين الخارجي ككل والدين لامريكا بالذات احنا احنا تكلمنا قبل الفاصل على طول وقت قولي عن الدين الامريكي ان احنا عايزين نقول ان احنا مش عايزين نلغي ديوم مصر خلال مش دا الهدف بزبط هي مش حملة لاسقاط الدين هي حملة استخدام الدين الخارجي كمصدر للتنمية القصدية يعني بندرب عصورين بحكر ايوه بزبط من مصدر حوالي 34.6 مليار دولار الدين بتاع امريكا 3.6 مليار تقريبا 9.4 مليار في المية احنا مركزين على ده لماذا اخترنا امريكا؟ لان امريكا بتعتبر العصب الاساسي لاقتصاد العالم ونحنا بنعتقد لو ادرنا ننفذ النموذج ده مع امريكا فبالتالي نقدر نطبقه مع الهيئات او الناس التانية اللي بيساعده او احنا مديوني ليهم في الشيكه المرحلة الده المرحلة الده المرحلة الده المرحلة الده المرحلة ده منحة ستت GIVE أمريكا تجد نحوان مقابل هذا؟ مقابل طبعاً يجب أن يكون هناك شروط فالشروط كانت تأتي نحن قلنا ندخلها اسم مليار في جميع الأوقات يمكن أن نقول أن يسمونها منحة واحدة واحدة يعني يدوننا الفلوس مرة واحدة ويقولون لنا اعملوا بها لنتواعيزينه فلا احنا مش عايزيننا بالطريقة دي المنح مش عايزين تكون اسمها منحة تماثولية بمعنى انهم عارفين الفلوس دي رايحة فان فرنف شفافية يعني؟ بالضبطية شفافية طبعاً وفيها تأكيد على ان الفلوس اللي هم بيشتبوها رايحة في المصدر او رايحة في المكان اللي احنا عايزينه فقسمناها كالقاتي ال 500 مليون دولار هيتشطبوا من غير اي شروط فبعندان الوقتي 500 بقيين ال 500 البقيين دول هيتقسموا على ثلاث حتة اول حتة هي يعني رقمها 200 مليون دولار ده من خلال اعفقات ضريبية 200 مليون دولار اعفقات ضريبية لشركات المتوسطة وسبقات الحجم يبقى كده احنا رايحنا الناس دي وعم محمد اللي كان عنده ورشة وبعد الثورة الشوخ اللي معاها وقف جامد جدا فريحناه اما ما نتكلم في الدرايب ده صحيح رقم اتنين الحتة التانية هي اعفقات اقتمانية برضو تساوي 200 مليون دولار تانية يبقى احنا كده 400 وعندنا 500 مليون بالضبط والمئة مليون الاخيرة هي صندوق التوعية السياسية نحاول نصرف ان احنا من خلال الاعلام من خلال مراكز في محافظات مختلفة ان احنا نوعي الناس سياسان ونقول وندي للناس البرامج المتاحة لكل مرشح للرئاسة او المجلس الشعب او مما يليه ان هو يعرف بطريقة دي ويعرف البرنامج من غير ما نكون منحازين لحد او اكتر بس بنحاول نعمل توعيه سياسية بس دي او مرحلة فبسيطة المرحلة التانية اسمها مبادلة الدين بحقوق الانتفاع ودي عشان تحصل لازم يكون فيه ثلاث جهات الجهة الاولية هي الحكومة الامريكية والجهة التانية الحكومة المصرية والجهة التالتة مستثمر المستثمر يدفع للحكومة المصرية مبلغ معين والمبلغ ده يروح يرجع لامريكا عشان نسدد الدين فطبعا انا دفعت له حاجة لو انا مديون لحد وجيبت واحد تانية يدفع بالزبط انا طبعا انا اضطر اعمله حاجة اكيد مواجهة اقولك ايه اللي هيقود على المستثمر من دفع الدين ده بالزبط بياخد حقوق انتفاع في اراضي ليها مرافق طبعا وحقوق الانتفاع دي بتبقى حسب المشروع التاني ممكن حقق انتفاعي بقى عشر سنين فيه مشاريع ممكن تطالب انها خمسين سنة حسب كل مشروع وده طبعا بيحدده فيه زي المجلس الاداري ومجلس الاختياري لكل مرحلة فالمرحلة التانية ليها مجلس اختياري ومجلس اداري بيتعاون وهو اللي بيشوف الحاجات المتاحة بس فبقى يدفع فبياخد حتة الارض دي كحق انتفاع مش بس بياخد كده قلنا نا احنا عادي حوافز اكتر اننا عادي المستثمر ده يجي فقلنا طب نفكر في ايه ففكرنا اكتر انواع حوافز اضافية زي اعفاءات ضريبية لمدة سنين معينة تختلف برضو من مشروع التاني بتحاول تشاجع المستثمر على القدم بزبط بزبط وفيه حاجات اضافية كتير قوي بس كل حوافز دي كتير قوي طيب المرحلة التالتة بزبط اسمها مبادلة الدين بالشراء الاداري المتدرج المحدود مصطلح اقتصادي باب هو الفكرة كلها ان احنا بنعمل نفس الفكرة بزبط بتاع المرحلة التانية بس بدلا بياخد حيطة ارض بياخد حق ادارة في شرق القطاع العام بالزبط لان احنا شايفين ان الادارة للازف محتاجين تتحسن والسلع والمنتجات والخدمات الحكومية محتاجين نرفع مستويه شوية احنا محتاجين قولنا في المرحلة التالتة نمي القطاع العام خليه اخوه شوية فندي مستثمر حق الادارة بس طبعا مستثمر دي هيكون ليه شروط معينة صح؟ اكيد ليه شروط معينة بس هي الفكرة كلها ان اما احنا بندي له حق الادارة مش في اي مش في اي شركة حكومية او في اي هيئة حكومية لازم تكون فيه حاجات سلع استراتيجية احنا مش نوين ان احنا ندي الحق الادارة لها زي حاجات الغاز ما ينفعش لان انت فاع مستثمر ممكن ان المستثمر يمشي وفقد يكون مسثمر تكون مدارة 24 ساعة في كل سنة اعتقد ان هذه مرحلة التالتة بالضبط ومن خلال المرحلة الاولى نمينا زي ما قلنا المرحلة البسيط نمينا القطاع الخاص والمرحلة الثالثة نمينا القطاع العام وبكده اعتقد ان احنا نكون لميته كل طيب. خلينا نقول مبادرة تيه حلوة جدا وكواسة جدا وعايزة عرب بس الناس لو عايزة تتواصل معاكو عن طريقه. تمام احنا دلوقتي عندنا موقع اسمه www.peopleforegyptforrq.com يقدروا يخشوا عليه يقروا الفكرة كلها بالعربي او باللغة العربية او باللغة العربية او باللغة العربية او باللغة الانجليزية الخطة. او بالتفاصيل ولو عايزين يقروا حتى مختلص الفكرة ممكن برضو يقروها. وبعد كده بيه في حياتة اسمها ادعامنا الان او support us now وبيكتبوا البيانات الشخصية وبيديوا صوتهم لانهم عايزين الفكرة دي تتنفس. بس احب احب اوضح حاجة بس مهمة قوي. احنا مش هنا عشان ننفذ النموذج اللي احنا اطلعنا بيه. احنا هنا عشان عايزين ننمي اقتصاد بلد. يعني اللي قصد يقوله لو حد تاني تلع بفكرة وكتبها على وراء وقلم وطلعت فكرة احسن بكتير واقوى بكتير فاحنا عندنا الاستعداد اللي احنا نساعده. يعني انا بحاول اقول بس الحتة الي عشان اوجهها اللي احنا مش ناس مش عايزين. طيب خليني برضو ايجي على ادعمنا الان. ادعمنا الان يعني ممكن انتم محتاجين فولنتيرز او ناس تساعد في الفكرة. ولا هيك بارة بس ان انتم بتجمعوا اصوات عشان تنفيذ الفكرة. بالضبط احنا بنجمع اصوات عشان نوري ان الشعب كتير قوي ناس من الشعب. اللي بديهم حق المشاركة في اختيار طريقة تنمية اقتصاد البلدهم بس يعني بالضبط. فنحاول نوريهم الخطة. احنا ناس تعبنا وتعبنا جامد جدا. وفي الاخر بنوري الناس ونقول لهم اهو. فلو عايز تصوط لنا من فضلك هنطلب صوتك. وبالتالي نكون اعتقد ان نوصل لرقم كبير. فالرقم الكبير ساعتها نقدر نقول ان الخطة دي مطلوبة. وساعتها ممكن نطلب بتنفيذها. خلينا نقول ان زي ما قلنا المبادرات موجودة في بيج على فيسبوك. وفي تويتر. تمام. وفي اي تانية؟ وفي قناعة اليوتيوب تمام فيها فيديوهات كثيرة باللغة العربية واللغة الانجليزية. وعندنا موقعنا. اوكي. انت كنا في البداية ما ندخل في الفقرة قلتلي ان احنا مجموع شباب بس في نفس الوقت بيساعدنا خبرة واستشاريين. نقدر نقول عليهم انتو محتاجين كمان الخبرة. حشان بس نقول ان اتنين مع بعض. اكيد اكيد احنا المؤسسين متوعنا الحقيقة تعبوا جدا في فكرة ازاي يطلعوا بالنموذج ده. النموذج ده عشان يطلعوا به كان لازم يبقى استشارة من خبراء واساتيزات كبار جدا في مجالات التمويل والاقتصاد. حجوا مصر وكمان برا مصر وهم حتى درسوا النمازج لتوبقت في الصين وامريكا وشوفوا احنا كيف نقدر نطبق النمازج ده بس على بلدنا. لان كل بلد طبعا واقتصادها وطريقتها مختلفة. بالضبط. لان كل نموذج ده فاكيد فيه خطط قدام اللي احنا طب تعالى بقى نخش على زي ما يسموها العوامل الاخرى اللي بتؤدي الى الدين الخاريج الكامل لمصر. نحن نتكلم على اليابان نحن نتكلم على فرنسا نحن نتكلم على المانيا نتكلم على صندوق النقد العالمي البنك العالمي كل الكلام ده. طبعا. يمكن برضو هارجع وكلم كنت اتكلم معاك فكرة ان تبقى الأفكار جميلة جدا جدا ونفسنا ان هي تتنفذ بس انا دايما بسأل على المرحلة التانية. عشان لو في حاجة نقدر نساعدكو بيها بين ساعدكو لو في حد يقدر يساعدكو بأي حاجة يقدر كمان هو يساعد. انا بس احب اقول كل مواطن نصري احنا تعبنا جدا وصدقوني احنا ناس يهمنا مصلحة البلد مية في المية ويهمنا اقتصاد البلد. احنا برجو برجو ان الناس يخوش على موقعنا فعلا ويصوتو لنا من خلال الموقع من خلال انهم يدخلوا بياناتهم الشخصية ويقولوا ان احنا بندعمكم واحنا يعني مبسوتين بيكو ويعني يشجعونا. ده اللي انا محتاجه يعني بالزبط. وانت كنتوا كتاب المبادرة اسمها ايه بالزبط؟ مبادرة الناس لمصر من الاستدانة الى التنمية. احمد الرفاع المتحدث الرسمي للمبادرة بشكرك جدا لو وجودك معنا النهار.